معنا عبر الهاتف دلوقتي نهنيون باركلو على الفوز المستحق النادي الزمالك اليوم على النادي الآلي والفوز بكأس مصر موسم 2020-2021 الأستاذ أمير مرتضى منصورة المشرف العام على الكرب نادي الزمالك مليون مبروك أستاذ أمير فوز مستحق النادي الزمالك اليوم كريم الله بارك فيك وتحياتي طبعا لتجانة حبيبي أمير مبروك حبيبي أمير ألف مبروك أمير قبل ما تدخل على طول الكابتن واقل وكابتن إسماعيل طبعا الاتنين اتفقوا على حاجة مهمة جدا أنه النادي الزمالك تحسن في الفترات الأخيرة عشان بقى فيه التزام وبقى فيه ثواب وعقاب وما بقىش فيه كبير وما بقىش فيه صغير الكل بيلعب لصالح الفريف وده اللي عايز أبدأ به معاك عشان ده الملاحظ في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وده اللي يستحق التهناء فعلا طب سيبني أتكلم شوية مع كابتن إسماعيل عشان هو أحيشني ما بشفوش باريك كيف فضل يا حبيبي أميره مبروك يا حبيبي حبيبي طبعا أنا ببارك يعني للجمهور الزمالك يعني الناس صبرت وتعبت الفترة اللي فاتت واستحملت حاجات كتيرة واستحملت مشاكل وقفة قيد واللجان معينة ولعيبة بتبسخ ولعيبة بتمشي وأضايا ومشاكل فهما كانوا يستهلوا الفرحة دي وبقول هارد لك المادي الأهلي نادي الأهلي نادي كبير ومادي مسترم ويعني أكيد البطورة لما تبقى من النادي الأهلي ببالية طعم خاص فبحب أقول لهم هارد لك على الخسارة النهاردة زي ما أنت قلتها كريم في الآخر كابتن إسماعيل كان يعني شايف أو عايش معنا الأحلاس كلها طبعا وتحمل أمير أنا بس عايز أقول حاجة شاد حق يعني أمير تحمل فوق طاقته الفترة اللي فاتت حقيقي يعني أنا كنت مشفق عليه لأنه بيشتغل حقيقي بال12-14 ساعة آخر مرة يمكن من أسبوع قعدت معايا 6 ساعات قلت له لا خلي بالك أمير أنا كبرت يعني ست ساعات اجتماع طبعا كتير في أدق التفاصيل بيتكلم شايل حمل كبير جدا في التعاقضات طبعا وربنا يوفق وشايل حمل كبير جدا في طريقة التعامل مع اللعيبة والقضايا والحقيقة أنا بشكرك يا أمير يعني الحقيقة وأنا كنت فخور أن أنا شغال معاك يعني لأن أنت عملت شغل جامد جدا لفترة اللي فاتت وبتشتغل في هدوء وفي صمت لأن انا أنا 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 اللي كنت شغال معك أنا لكت شغال معك أنا أنا اتطرفت أن أنا في يوم الأيام كابتن اسم مالي يوسف كنت أنا هو بنقض على مكتب واحد الرجل ده أنا صغير كنت ما أحلامش أأخذ الشرك بتاعته فان هو يبقى بيدعمني والراجل ده من من اول الناس اللي دعمتني من الفين وتمنتاشر كابتس مال يوسف لولم وفقته ومبركته ان انا بقى موجود انا كنت شابه موجود لان ده كان مكانه هو وهو يعني يساعدني وسبني اشتغل وكان تستحق والله يامي كان بيحميني اه لا فعلا ده ده شهادة قدام الناس يعني ان كان كان على مدار فترات كده كل شوية قعد اسمع اخبار بتنزل ان مش عارف ان انا كابتس مالي ومش عارفين بيحارفني وانا بحارف ومش عارفين الراجل ده الراجل ده ساعدني بشكل مش كبير يعني شكل كبير جدا من اول اه ان هو اصلا اه يعني يسبح ان انا بقى موجود لان في الاخر انا مجيش حاجة في الكورة جنب كابتس اسماعيل وهو كان عنده قناعة بيه وهو اللي راح قال له المستشار على على المكان ده قال له اميرة هيبقى كويس في المكان ده هو اول واحد قال الكلام ده كله فانا طبعا بشكره وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن لكن الحطة اللي انت بتقني فيها كريم وبقول له حالك يمكن اه كابتس مال حضرها معنا اه 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 انا يعني السلامة اللي نادي فعليا انا دخلت السلامة في الكورة في الاربعة وعشرين حداشر اه 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 ومشيت في تسعة وعشرين حداشر السنة اللي قابليها انا جيت لقيت حاجات انا عمر في الكورة جيت لقيت اه فرقة يعني ملعب تمرين ويمكن شيتس يعني هيستغرب من اللي بقولوك اه في تسعة وتلاتين لعيب بيتمرن في الملعب يعني في ملعب تسعة وتلاتين لعيب جوه الملعب بيتمرن وفيه مدير فني ومعه واحد مساعد بس ولا فيه مدرب عام ولا فيه مدرب مساعد ولا فيه مدرب احمال ولا فيه مصرف على كورة ولا فيه مدير كورة ولا فيه اي حد وما فيش فريق كبير في العالم ح تلاقي فيها خمسة وعشرين وثلاثين واحد. أنا كنت في قتلتكو مدريد مع سيميوني. أعملت معايشة هناك. واحد وعشرين واحد. واحد وعشرين واحد. الاسطاف بتاعه واحد وعشرين فرد. ما ينفعش بنادي الزمالك. يبقى فيه اتنين بس في الجهاز الفني مستحيل. فضل. فدي كلها كانت ظروف في الأول. بنتكلم فيها أن إحنا جئنا لقناها. كانت في ظروف تانية. وقف قيد. الفئة كانت محتاجة تدعمات. طبعاً ما حصلش تدعمات. حصل وقف قيد لفترتين. ده ظر النادي بشكل كبير. الحجل الثالثة. فيه لعيبة اتنشر لعيب. وقودهم بيخلصوا. كلهم عقودهم بتخلص. طبعاً فيه لعيبة أنت محتاجة تجدد. وفيه لعيبة ممكن أنت تبقى ما بتشاركس أصلاً. فمش منطقة أنت تبقى بتكلموا في تجديد. لأنهم ما بيشاركش. فهو مش يعني مش عارف أنت عايزوا يجدد ليه. بس خليني أمير بعد إذنك خليني أوف بس عند نقطة مهمة جداً في موضوع التعقدات دي أو اللعيبة اللي بتخلص عقودها. لأن دي برضو من ضمن الرسائل أو من ضمن الحاجات يا كريم اللي ادتني مؤشر عن اختلاف ناد الزمالك الفترة اللي فتت. للأمانة يعني. لما أمير كان بيطلع يعمل حوارات تلفزيونية وتصريحات وكده كان كلامه أن ناد الزمالك أكبر من اللعيبة واللي عايز يجدد أهل المسلم مش عايز مع السلامة. الكلام ده على فكرة بيتقال كتير جداً. ممكن يتقال في أوقات كتير جداً. بس المرات يتحس إن فيه تنفيذ. صح. فلما اللعيبة حست إن فيه تنفيذ ابتدى يبقى فيه قلق. ابتدى يبقى فيه لأ. ده الناس مش جاي تهرج. عارفتك الجملة اللي هي بتاعت إيه؟ يا سيدي ما هو بيهددني بس مش هينفق. بالزبط. فلا أن نفسه هو بيتنفز. فده من ضمن الحاجات الجديدة للأمانة اللي أنا برضو استشعرتها أو حستها بجانب الروح اللي اتكلمنا فيها وبجانب التنظيم وبجانب كل حاجة والسبب والعقاب. موضوع التصريحات اللي من المسؤول اللي هو أمير مرتضى المشرف العام على الكورة لما يطلع يقول كده في تصراحات تلفزيونية ما بيقولهش في القوض المغلاقة ده بيقوله قدام الناس كلها وقدام الجماهير ودخل الجماهير بقى طرف خلي بالك. لأنه دخل اللي قال الجماهير خلي بالك. وإحنا بنتكلم على فلان وفلان وفلان فلان عايز يجدد أهلا وسهلا مش عايز عمره ما يبقى أكبر من ناتذ مالك. مستشار مرتضى من البداية من بداية الموسم يعني أول لما جم مجلس الجديد قال الكلام ده وتقول بقى تنفيذه الأمير فأنا بهنيك أمير أكيد على الكلام ده. بشكرة يا كابتنويل بس يعني التكملة اللي إنت بتقوله يا كابتن اللعيبة برضو يعني أنا برضو عشان يعني أبقى بديهم حقهم سواء اللعيبة اللي قاعدة أو اللعيبة اللي ماشية اللعيبة مرت بظروف خلي بالك يا كابتنويل إلي أنت يعني هتفهم الكلام بقوله ده كوي سوي أنت عارف يعني أن يبقى لعيب فيه شخص مثلا في الإدارة متعاقد معاك فتيجي تاني يوم تلاقي شخص تاني غيره خالص في الإدارة يعني أنت الراجل اللي اتفق معاك ما لايتوش موجود وفاجأة الأخبار كلها بقت مستفاحة وبقت تسمع أن تبتشاري ده خارس جزائي وعايز يمسي وبقت تسمع أن مش عارف مين عايز يقعد اللعيبة فقد التفكة في المسؤول نفسه اللعيبة حصت أن كل حاجة على المشاعة أنا كان دوري أن أنا لما أرجع رقم واحد أحتوي اللعيبة وتطب عليهم رقم اتنين أن أنا أفرز بقى فعلا مين عايز يقعد ومين عايز يمشي لأن في الآخر تمام أنا حميتك وقفت جنبك لكن فهمني بقى عشان أنا هبقى شايف أن ملعيبه من الحرج أن نادي الزمالكي بقى باستنى لعيب سنة ولا ساعتين بعدين بتسمع وهي عايز جد وعايز جد هي صفحة وتتقفل يعني نخلف مش هتوفق على حد مع احترامنا للناس كلها مش هتوفق على حد ومش بفتحة صدر برضو يعني هي مش هتتعمل هي فعلا أنت هتوفق له كل حاجة هتوفق له عرض كوي واللعيب هيرفضه خلاص أنت كنادي عملت اللي عليك مش مخلوب منك تعمل حاجة هاي مظبوط لكن كان في بعض الأوقات كان في بعض الأوقات في ناس بتستغل ده يعني برضو كانت معلش مع احترامي يعني لكل الناس لكن السوشيال ميديا برضو شاركت في ده بشكل سلبي جدا بتضغط على إدارات الإدارات بتتجيب لده إحنا الحمد لله ويمكن كابتس إسماهيل كان معنا في المجلس إحنا في الآخر لو أنت فيه مسؤول هيجي عشان يخش على السوشيال ميديا شوف اللي بيتقال وينفزه يبقى ما يبقاش مسؤول يمشي طبعا لأننا اللي هو المطبخ فنة اللي شايف أنا اللي عارف اللي بيحصل أنا اللي عارف بصطحتي الندي فيه إيه أنا اللي شايف كل حاجة لأننا المسؤول في الآخر فده كان نقطة نظام كده كان لازم تتحط ان اللعيب هيبقى لعيب المسؤول هيبقى مسؤول المدير الفني هيبقى مدير فني مدير الكورة هيبقى مدير الكورة عضو مكتدار يبقى عضو مكتدار كل واحد يبقى مكانه ينتج 100% وبعديها هنسوك بقى لتوفيق تعربنا أي ودينا فيه صحيح طيب دي أول مداخلة بيننا يمكن من أول ما جاء جزالدو فريرا مديراً فنالي نادي الزمالك ولابد دلوقتي أنا هنيك على اختيار جزالدو فريرا أنت وإدارة النادي عودة فريرا في الظروف الصعبة اللي كان فيها نادي الزمالك دي أعتقد أنها ساعدتكم كمان كإدارة أنه يلم الفرقة أنه يبقى عنده قرارات صريمة أنه يبدأ يدفع بالشباب ومش أي مدرب يقدر يأخذ الكرار اللي زي ده لما يجي يدفع باللعبين الشباب أنت نفسك كراجل مفاوض تتفاوض مع اللعبين تقدر تتفاوض معهم بسهولة جدا على تجديد تعودهم وانت عندك لعبة مميزة من الأولاد النادي بيشتغلوا بيعملوا أمور فنية كويسة فتحية طبعاً لاختيار فريرا ورأيك في اللي عمل وفريرا في الفترة اللي فاتت لأ فريرا يمكن كابتن إسماعيل معا بكتور رافي فريرا لأن كابتن إسماعيل في 2014 كان معايا في الجهاز وكان عارف الراجل وعارف شخصيته وانا يمكن في 2014 كنت مشجع زي ملكاوي قريب بس من كابتن إسماعيل وقريب من الإجارة وقريب من الراجل وكتنى يمكن من أوائل الناس اللي قابلت الراجل في البرتغال واحضرت ده واتصرفت به فعارف ان الراجل عنده شخصية والراجل عنده قرار وانا استأتلت ان انا اجيب الراجل ده في الوقت ده لان انا كنت شايف ان الظروف اللي احنا فيها دي محتاجة معادلة بتتكون من إدارة قوية إدارة قوية تعرف فيه هو النادي إدارة فقنية قوية راجل لازم يبقى مقنع للعيبة وفي نفس الوقت الراجل يبقى عنده شخصية ماشي على نفس الخط مع شخصية الإدارة يعني الإدارة لما تقول اللعيب ده مش هيجد فهي توقف الراجل بنزاله مصلحة النادي أهم من المطش اللي هيحتاج في العيب ده فبالتالي هو بيستبع للعيب قبل ما احنا نستبع باللعيب والراجل ده كلمة بروفسير ده مش دلع بيتقلق ده مش كلمة بندلعه بيها الراجل ده بيدرس علم الكورة وعلم الإجارة وبيدي رخص لمدربين كبار في أوروبا فأنا كنت شايف ان راجل المرحلة هو هيبقى فريرة راجل زي ما بيقولوا يعني بالبلة دي هو مقطع بطاقته فبقى عندنا ثمين معطعين بطاقتهم المستشار المرحلة مقطع بطاقته بحتة وفريرة مقطع بطاقته بحتة ففي الآخر النادي محتاج في الوقت ده محتاج النظام والشدة والحزم ده مع وجود أمير مع وجود شكبالة كابتن فرقة مع وجود عبد الشافي مع وجود برضو لعيبة في الفرقة أنا بشكرها في لعيبة كبيرة أنا أسمنت لهم أدوار ممكن تبقى أدوار مش فنية أسمنت لهم أدوار إدارية وقدروا ان هم يلموا معايا الدنيا ويتعالوا لي في المعادلة دي فأنا شايف أنه لما بيبقى فيه إدارة قوية فيه جهاز فني قوي مش بس قوي فنيا قوي كمان كشخصية هو فاهم يعني إيه تشيرت الزمالج وفاهم يعني إيه جمهور جنة الزمالج فهياخد بكارات المسليء بالمكان اللي هو فيه فأنا شايف أنه دي المعادلة مع لعيبة رجالة عندهم شخصية تواقل لعيبة اللي موجودين في الفرقة على فترة يمكن كنت أنا وكابسة إسماعيل بنتكلم في الموضوع ده من كام يوم حسنا عبد المجيد اللي بيلعب دلوقتي فاينال الكاس وبيلعب تسعين دقيقة وفيه لعيبة كبار يمكن انتبقى عداله هو احتياطي ده نفس اللعيب اللي في كاس الرابطة كان بيتشتم في الاستيديوهات التحليلية وفي السوشيال ميديا وبيقوله ناشئين الزمالج بخير هي الفرق في إيه الفرق في إدارته مين جي أدار اللعيب ده صح أدار إمكانياته أدار شخصيته اداله أمل اداله دافع صح حط له تارجت خلى اللعيب شايف حاجة معين عايز ليوصلها كل ده كلنا شركة فيه من أول رئيس النادي لحد أصغر عامل في قط اللبس أنا شايف أنه كان اللي بينقص الزمالج في الفترات اللي فاتت أن حد يبقى بيفكر للنادي على ما يحدش بيفكر في المطش الجاي وخلاص ناخد كارات الكارات دي هتفيدنا قدام ممكن تبقى بتضرنا دلوقتي بالاستبع للعيب فيمكن الجمهور هيبقى بيسأل على اللعيب ده فين لكن بنكسب الفرقة احنا بنكسب الفرقة بنكسر لعيب ده ستبنكسب الفرقة عشان عشان لونج رون لنت رسا إيه لها دلوقتي أشرف بن شارقي موقفه النهائي أشرف بن شارقي حصل اتفاق من شهرين العيب محترم بنفسه هو محمد قنازم يجم قبلوني في النادي قالوا لي عايزين نتكلم معك قالوا لي احنا ما عندناش رغبة من احنا نبقى موجودين للفترة الجاية ومش حبين يعني بريد بسه يا كابتن سواهيل برضو يعني حتة معاينة ليه علاقة بتأدير وبحترام اللعيب للنادي قال لي ومش حبين فكرة ان احنا يبقى بيتقال ان الزمالك عارض علينا حاجة واحنا بنرفض لان احنا يعني شايفين الزمالك ده حاجة كبيرة قوي أكبر من احنا نرفض ان احنا نواط فشين من علينا من الحرج ان احنا نقفل ملف المفاوضات لان احنا رغبتنا من احنا ان يبقى مش موجودين في الدور المصري علشان انا مش هحابب ان انا بقولي ان انا رغبت عارض الزمالك وشلت من عليه فعلا الحرج ده كمرحلة ومرحلة التانية من اللعيب يعني برضو مظلوم وحس ان هو مظلوم في الدور المصري يعني كريم في الاخر كابتن واقي هيوافقني في الكلام ده كابتن واقي التنشغال مدرب في المنتخبات وعارف وعمل معايشات برا وكابتن اسماعيل طبعا كابتنا كلنا ما فيه دوري في العالم بيبدأ مش عارفين بيخلص امتى عارفنا ان الدوري ده هيخلص سائدين ثمانية عارفنا الكلام ده بشهر خمسة فكان خلاص يعني استحال ان انت تستكتب لعيب اجنبي محترم او تجيب جهاز فني اجنبي محترم بتقول له بص انا معاي نص الجدول هدهولك والنص التاني كمان اربع حمس شهور هدهولك واحتمال الدور يخلص في ستة واحتمال يخلص في سبعة واحتمال يخلص في تمانية ده ما بيحصلش وانا شايف ان ده يعني ممكن تبقى اكتر حاجة ضرر المنظومة الكراوية في مصر ان ما فيس وضوح ولا رؤية في المتابقة احنا مش عارفين نبدأ امتى ابدأ امتى حاجة حاجة تانية ليه الفترات اعداد هي علاقة مستقبل اللعيب ان اللعيب عايز يروح مكان تاني من حقه ان هو يروح مكان تاني ومن حقه ان هو يستكفي في المدة اللي هو لعبها في النادي فاحنا في الاخر يعني اتفقنا مع اللعيب ان انت مش هتمشي تلاتين ستة ومرضو مش هتمشي تلاتين تمانية فهو بالتالي اتفقنا على ما احسن ومعاد يبس فيه ان هو يبقى في شهر السبعة بعد مباراة الكاس سواء بعد مباراة مباشرة او بعدها بأربع خمس سيام لكن هو يعتبر ان هو خلاص يعني انهى علاقته بالنادي وهو كان حريص ان هو يمشي يعني ببطولة وان الناس بفكراله ان اخر حاجة عملها ان هو نموت نفسه لحد اخر لحظة ببطولة ولا خاف على رجله صح خروجه من الباب الكبير ده يستحق تكريم وخروج محترم من نادي الزمالك لاشرف بن شارع اللي التزم لاخر اللحظة خلي بالك كريم هو خروجه يعني لو اخر مباراة هي مباراة الكاس ويشيل كاس ده احسن تكريم طبعا ده احسن تكريم لكن طبعا احنا لو يعني هنودعه في النادي في اخر يوم دي هيكون موجود ليه في النادي معنا هنودعه ونعمله حاجة ليه بيه هاي ونفس الكلام على اونيسه طيب اخيرا بالنسبة لطريق حامد ومحمد ابو جبل موقفهم ايه طريق تحديدا يعني وضعه من اللعيبة اللي انا بحبها وبحترمها وبيمكنها كنت زعلان عليه اكتر ما ازعلان منه طريق اتحط في موقف اتصرف فيه غلط ممكن يبقى ده الموقف الوحيد اللي طارق اتصرف فيه غلط طوال مسيرته مع الزمالك لكن في الاخر هو خد قرر غلط في وقت حساس جدا غضبت جمهور الزمالك عليه كانت صعبة احنا جلنا في وقت ما كنتش هتمنى ان الطريق حامد يبقى هو اللعيب اللي انا يعني بقول للعيبة ان فيه نظام في الفرقة فان اول واحد افكرد عليه النظام بيكون طريق حامد لان طريق العيد كبير والعيد محترم وعنده رصيد لكن في الاخر هو اخطع في حق نفسه واخطع في حق النادي تعمله تحييق هو حضر التحييق عشان هو غيب حوالي خمسين يوم طريق في الاخر اتعرض لعقوبة مالية ممكن تكون هي العقوبة الاكبر في تاريخ الكورة طريق اتعرض لعقوبة خمسين في المائة من عقده وقفلنا صفحة خلاص الغياب والمشكلة اللي هو عملها النادي خلاص اخذ حقه ورصخنا مبدأ ان اي حد بيغلط بيتعاقب مهما كان مين ده بالنسبة للموقف بتاع طارق لكن بالنسبة لتاريخ طارق والرصيد طارق بالنسبة لي انا مش قادر ازعل منه اكتر من كده لان في الاخر بتمنى له التوفيق وطارق مش هكون موجود برضو فترة الجاية خراص طارق يعني احنا خذنا قرار يمكن قبل مصر الاهلي فترة كبيرة ان خلاص اللي خرج مننا مش هنرجعه تاني احنا هنركز مع الناس اللي موجودة لكن توقيت اعلان الكلام ده كان لازم يبقى في وقت مناسب عشان ما يبقاش فيه تحريض عليه للجمهور او حاجة احنا شفنا ان فيه مناسبة زي دي ان احنا نقول للناس ان هو خلاص الرجل يتعقب خاصة منه مبلغ سبير جدا بالتالي احنا مش هنعتمد عليه الفترة اللي جاية وبناء على طلبه طارق هيبقى مش موجود لان هو ربنا اطفاءه هيروح نادي تاني فكنا نقدر ان احنا نحتفظ دي لتلاتين تمانية ونضيع عليه الفرصة اللي جاية له لكن احنا شفنا ان احنا خدنا حقنا منه والنادي يعني خد حقه وخد يعني الاقوبة الكافية وبناء على طلبه واحتراما لتاريخه وفقنا له على طلبه ان طارق برضو مش هيكون موجود معنا محمد ابو جبل نفس الكلام نفس الكلام بس يمكن طارق اكتر حبيت ادي المقدمة دي عشان هو تاريخه الكبير معنا دي الزمن طارق تاريخه كبير جدا معنا وطارق وطارق يعني زي اللي دخل دحان جاوب تسع سئلة بامتياز وما جاوبش سؤال بالنزالي طارق تاريخه تسع من عصرة كنت اتمنى ان طارق يبقى موجود معنا النهاردة بيشيل الكاس هو فعلا كان موجود في المدرجات كنت اتمنى ان هو يكون موجود معنا في الملعب بد من ناله التوفيق من فترة المجاية صحيح وانساء الله يعني نقدر ان احنا السنة الجاية ندعى من فرقة بالشكل اللي خلينا نقدر ننفذ على كل البطولات انا بشكرك شكرا جزيلا امين مرتضى منصور المشرف العام على الكرب نادي الزمالك مليون مبروك زي ما قلت لك فوز مستحق اكيد لنادي الزمالك اليوم على النادي الاهلي والفوز بكأس مصر موسم 2020-2021